في غمرة الفوضى واللاقانون فتش عن الميليشيات ابحث عن مجميع مسلحة أخذت دور الدولة وفي حالة العراق هي جزء من الدولة انصح إطلاق وصف الدولة على الحكومات التي أدارت البلاد بعيد الاحتلال الأمريكي ميليشيات الحشدي ذات النفوذ الواسع والمتغول لا سيما في المحافظات المدمرة تنتشر في أربعين مدينة وناحية وتتصدر المشهد الأمني والسياسي وحتى الاقتصادي في تلك المحافظات حتى تهما عادل عبد المهدي بالتواطئ مع الميليشيات لتوسيع نفوذها وتسيطر ميليشيا الحشد على مساحات ومناطق استراتيجية مهمة من محافظة الأنبار إذ بسطت سيطرتها على مناطق النخيب والخط الدولي السريع ومناطق غرب العراق المحاذية للحدود العراقية السورية بما فيها منفذاء القائم والوليد الحدوديان كذلك تنتشر في قضاء راوى وصولا إلى الحدود العراقية المتخمة لمنطقة البوكامال السورية سكان الأنبار ونينوى وديالا وصلاح الدين وكركوك وحزام بغداد وشمال بابل يؤكدون أن وجود تلك الميليشيات له أهداف سياسية واضحة كما يهدد استقرار تلك المناطق وأمنها ولعل ذلك يتجلى باحتلال تلك الميليشيات لعدة مناطق ومنع أهلها النازحين من العودة إليها كما هو الحال في جرف الصخر والعوجة ويثرب وعزيز بلد والعويسات وبلدات أخرى في الأنبار وديالا وصلاح الدين ونينوى وكركوك اليد في تلك المناطق للميليشيات لا ينازعها أحد السيطرة حتى الحكومة وقواتها من الجيش والشرطة هي أقل من أن تحاسب الميليشيات أو حتى أن تمنعها من أي أمر واستتهامات لميليشيات حزب الله والنجباء والعصائب بارتكاب انتهاكات ومخالفات قانونية وابتزاز بحق السكان وإحراق محاصيل زراعية في صلاح الدين ونينوى والأنبار عطفا على ذلك يخشى الكثيرون من محاولة الميليشيات إغراق تلك المناطق في الفوضى ضمن صراع النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران التي ترسم مشروعا يمر بمختلف المحافظات ليهيمن عليها سياسيا وأمنيا واقتصاديا وحتى عقديا